مرحبا بكم متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة بأخبارنا السياسية مقتل أربعين فردا من قوات النظام والميليشيات الإيرانية وجرح ستين آخرين خلال تعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري برفيح ماوى حلب لقصف صاروخية ولم تتبنى أي جهة الهجوم تنظيم داعش الإرهابية تبنى هجوميكاب والولدين راح ضحيتهما 21 قتيلا على الأقل وجرح عثرهما 27 آخرون المحكمة الجنائية العراقية تصدر أحكاما بالسجن المؤبد بحق 29 أجنبية من روسيا وأدربيجان وطاجكستان بعد إذن نتهن بالانتماء إلى تنظيم داعش وزير الخارجية الصيني وانجي يعلن أنه سيزور بيونج يانج هذا الأسبوع وذلك عقب أيام على القمة التاريخية بين زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية في أخبارنا المنوعة مقتل ثلاثة أشخاص في حادثة سقوط الطائرة نقل الليبية بعد وقت قصير من إقلاعها على مدرج قرب حقل الشرار النفطي بحسب المؤسسة الوطنية للنفط